مفيش قرار الدولة بتاخده علشان وزير ولا غفير ولا رئيس ولا امير ولا حد هيحط حاجة في جيبه او علشان حد عايز يدقى حد يعني مش معقول انه الدولة تقول هننزع ملكية هذا الصف من العمارات اللي هي جات على الطريق هتقول للدولة اكت غايبة اكت غايبة كله غلطان كله غلطان لكن ما بليد حيلة ازاي هخلي الطريق الدائري يشتغل بكفاءة تتناسب مع زيالة السكانية تتناسب مع الكثافة المرورية هعمل ايه مش هعمل نفق ولا اعمل كبري تاني فلازم ابدأ اوسع الطريق فلازم ابدأ انزع ملكية لازم اعوض الناس لازم الناس تزعل لازم احاولها صالحها لكن في النهاية ايه ده حل تدخل جراحي لانقاذ العاصمة مما كانت فيه العاصمة دي من 1159 انا محدش فكر يطور ولا ينقل ولا يخلي احنا نهاردة بنعمل ايه بنطور العاصمة بنغير معالمها وانا بقول للناس روحوا شوفوا مصر القديمة وصوروا مجرى العيون وعين الصيرة بات عاملة ازاي اللي فقى المتحف الكبير كانت منطقة منسية وكلنا شفناها كلنا عارفينها منطقة مسلس ما سبيرو نفس القصة النهاردة بنتكلم على جزيرة الوراء بنفس الطريقة احنا بنحاول نطور ونغير ونتدخل جراحيا لانقاذ العاصمة القديمة بنحاول نعمل عملية قلب مفتوح لكل منطقة في العاصمة مكدسة ومكتزة بالسكان من ناحية وبالسيارات من ناحية حتى اصبحت القاهرة زي ما قالت الجايكا اليابانية جراش كبير احنا بنقول يا جماعة التطوير قد يكون مش مفهوم ده واجبنا ان نفاهم الناس قد يكون مش كامل المعلومات واجبنا نوصل كل المعلومات المتاحة للناس احنا ما ينفعش نجل ورا ترند انا لما اجا اتفرج على الصورة العظيمة اللي جيبتها لحضراتكم واشوف ادي مخطط عاملها الدولة مكلف فلوس وزارة الاسكان شغالة والتنمية المحالية شغالة والدولة كلها شغالة بهذا الشكل الرائع الراقي بقول منهة الشرق ده هيكون منهة الشرق بقول هذا المشروع العظيم اللي هينكل من حالة الى حالة اهو من حالة الى حالة اللي هنستفيده هنستفيد ان احنا نكون في استغلال كامل لما وردنا استغلال كامل لما بين ايدينا التفكير خارج الاطار وخارج الصندوق لما اعمل هذه الجزيرة بهذا الشكل الناس اللي ساكننا هستفيدوا وهجيب استثمارات حقيقية وهيكون عندي مدينة جديدة لكنها عاصمة جديدة يا جماعة الناس النهاردة بتتابع كاس العالم ويشوفوا الدوحة والتطوير والقطر وغيره يقولوا شايفين فلوس قد ايه شايفين الناس صرف قد ايه ما هو الناس دي اشتغلت بقى لها كم سنة بتشتغل انا بقول للناس احنا ما حلتناش فلوس زي قطر ولا فلوس زي دول خليج ولا حلتنا فلوس زي امريكا ولا اوروبا احنا عندنا عقول ممكن نفكر خارج الاطار زي ما امبرح قلت على عاصمة الادارية الجديدة وزي ما قلت على العالمين الجديدة وزي ما قلت على مصنع مصنع الرمال السوداء احنا ما نفكر خارج الاطار احنا بنقوله يعني انا اسف في التعبير اسف في اللفظ بس احنا انا بكلم بلدي لأهلي بقول انه في مثلا عندنا بيقول الشطرة بتغزل برجله حمار انا اسف يعني لكن فعلا هي التفكير خارج الاطار تمام مزلس مصنع مرمي بقى له مئة سنة تمام هو الجديدة اللي ورق بقى لها تلتميتر مئة سنة بنفس الطريقة تمام هو العاصمة الادارية الجديدة الارض دي كانت ارض ما فيهاش حتى الشيطان بيخافي وروح هناك العالمين الجديدة نفس القصة الجن ما عرفش مكانها الحاجات دي كلها لما اقول رمالي السوداء كل هذه المشروعات عبارة عن التقاط فرص كانت ضايع بين رجلين وبين ايدينا مش منتبهية واحنا ماشيين بس فيه سياسة القطيع كلنا ماشيين في اتجاه احنا نروح كده نروح كده محدش بيفكر لما نيجي نفكر انتبه بقى من فضلك انتبه من فضلك ووقف الودانك عن هؤلاء الغوغائية اللي بيشككوا في كل شيء اشتركوا في القناة